من بغداد ينضم إلينا الدكتور إحسان الشماري أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد دكتور أمر ديواني الآن بدمج الحجد الشعبي مع القوات المسلحة أو تحت إمرأة القوات المسلحة العراقية ما الذي تعني هذه الخطوة بداية وتوقيتها أيضا؟ شكرا على سضافة تعني بكل الأحوال يعني عادة منظومة الحجد الشعبي ودمجها مع المؤسسة الأمنية خصوصا في ظل وجود انفلات للسلاح في الشارع العراقي أيضا طبيعة الاستهدافات الأخيرة التي جرت حول بعض القواعد الشركات في محافظة البصرة استهداف السفارة الأمريكية هذه جميعها كانت حافز للقائد العام للقوات المسلحة من أجل إصدار هذا الأمر بالتحديد لتحصين مثل ما أشار تحصين هذه المؤسسة من عملية التجاذب السياسية أو حتى الولاءات الخارجية لا ننسى بأن مثل هذه القرارات التي صدرت تعليمات في الأمر الديواني سبق ونصدرها رئيس الحكومة السابق الدكتور حيدر العبادي لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق خصوصا بأن بعض قيادات الحجد الشعبي رفضت آنذاك تطبيق التعليمات التي جزء منها أصدرها اليوم سيد عادل عبد المهدي ولكن لم نرى هذا الرفض الآن دكتور إحسان من قبل الحجد الشعبي أو على الأقل هذا الصمت الحجد الشعبي ما الذي يعني؟ هل يعني أن ربما هذا الأمر الديواني أو هذا الأمر تم بالموافقة مع الحجد الشعبي؟ أنا بتصوري نعم كانت هناك تفاهمات حول هذا الأمر الديواني لكن قبل قليل صدرت بعض التصريحات من من ينتمون إلى بعض الفصائل يعني أبدو استغرابهم من طبيعة هذا الأمر الديواني وعملية زج أو دمج الحجد الشعبي مع المؤسسة الأمنية على اعتبار أن بعض القيادات أو المنتمين إلى الحجد الشعبي يعتقد بأنه هو وجود الحجد الشعبي كجزء من العقيدة الولائية وهذا بحد ذاته يعني يكون مبدأ للرفض لكن أتصور بأن السؤال اللي أهم هل سيتم تطبيق هذا الموضوع بشكل كامل أتصور بأن هناك بعض الفصائل ستستمر هي خارج إطار الدولة ولذلك أراد رئيس الحكومة كل الفصائل المسلحة المنتمية والتي هي ضمن هيكلية الحجد الشعبي مشمولة بهذا الأمر الديواني وفيما يبدو بأن هذا الأمر الديواني هو رسالة أخيرة لبعض الفصائل التي إلى الآن لم تخضع إلى الدولة بالتحديد وبالتالي هي رسالة أخيرة أن هنا أتحدث عن هذا الأمر الديواني هو رسالة أخيرة لهذه الفصائل عليها أن لا تكون خارج إطار الدولة وأن لا تستمع على أقل تقدير إلى إيران وطبيعة امتدادات العلاقة لهذه الفصال مع إيران شكرا جزيلا لك من بغداد الدكتور إحسان الشماري وستاد العلوم السياسية بجماعة بغداد